رغم صعوبة المهام المكلة إليهم وكثرة التزاماتهم إلا أنهم الحلقة الأضعف التي لا تنظر إليها الحكومة بعين الرعاية المخاتير ولسيما في بغداد يتحدثون عن حقوقهم الضائعة وعدم كفاية المنحة المقدمة لهم مقابل غلاء أجرة المكاتب ما دفع بعضهم إلى إقفال مكاتبهم والعمل من المنزل بعض المخاتير عزلوا مكاتبهم بسبب الإيجارات المرتفعة فالتج إلى البيت مالته لأن الإيجار ما يكفي والمنحة قليلة 250 ألف فالتج المختار أنه يطيق يعد ببيته ويداول عمل ببيته ثاني شيء المختار يؤدي دور عمل مهم يعني مرات حتى اللجان الأمنية تحمل المسؤولية الكاملة من يصير أي خارق أمني مهام كثيرة منوطة بالمخاتير حيث يبقون تحت أي طارئ يتعلق بقضية أمنية أو حدث على مستوى المنطقة المسؤولين عنها طبعا عمل نحن عمل المختار في المنطقة هي خدمة للناس والتأيدات والتأيد هذا يعنون من مختار إلى قضاء الزوراء يصدق ثم للدوار المعنية من دوار النفوس والمحاكم أما خدمة نحن هنا في كل منطقة محددة إلى مختار وهذا المختار بطبيعة الحال هو جاي لخدمة الناس بحسب المنطقة الجغرافية يقول مخاتير بغداد إنهم لا يحصلون على حقوقهم كاملة ويعانون ظروفا صعبة على مستوى المنحة المالية أو حتى على الأمان المستقبلي المتعلقي بغياب التأمين ومستحقات التقاعد كل هذا العمل والمهام اللي يقوم بها المختار وهو مماكذ أبسط حقوقه حتى حقوق مماكذة بالنسبة للحقوقه يطلون منحة والمنحة مزية يعني 250 ومغزية وما ستعالته فنحن نطالب الجهات المختصة وجهات المختصة بزيادة المنحة بدان من منحة يكون راتب يكون تقاعد المخاتير نموذج من نماذج كثيرة من الفئات العاملة بالدولة ولا تحصل على حقوقها بل إن بعضها لا تعطى أبسط حقوقها